وتزوجنا فرضنا أن الشاب تزوج وأصبح الآن عنده زوجة في بيته فلا بد من مراعاة هذا الشاب لأمور مع زوجته حتى يسعد هو وتسعد هي ويعيشان حياة سعيدة كريمة أولى هذه الملاحظة هو أن يكون هذا البيت مملوءا بالقرآن تلاوة القرآن سواء كان من طرفه أو من طرفها أو من قناة إذاعة أو تلفزيون أو غيره وأن يكون هناك دروس دينية نسمعها من هذه الأجهزة المتوفرة لدينا الآن والحمد لله من هاتف من مذياع من تلفزيون أن تكون هناك قرآن تلاوة قرآن سماع القرآن دروس دينية أن تكون هناك مكتبة دينية نتعلم منها في الصهر نأخذ كتاب ونتدرس أمور الفقه والدين حتى نعرف ما لنا وما علينا في دين الله أن تكون هناك زاوية في البيت وسمى مصلى المسجد فمن أراد أن يصلي نافلة أو فتى أو فرد يصليه هناك والمرأة تصلي هناك إن كان لهم أولاد يصلون هناك أرادت المرأة أن تحتكف هناك وتقرأ القرآن هناك والرجل كذلك هذا الجو هذا الجو الديني يطرد الجو الشيطاني فالذكر والقرآن من جهة والغناء واللهو وما زمير الشياطين من جهة أخرى لا يلتقياني في بيت واحد فإذا حل القرآن والذكر فر الغناء واللهو وإذا حل الغناء واللهو فر القرآن والذكر فلا يشتمعني أبدا إذن حتى يكون بيتنا هذا بيت رحمة بيت حب بيت ود بيت انسجام بيت نموذج للغير لابد أن نوفر فيه هذا الشرط الأول موسيقى